قمط العالمية للتفولة يونسف أن واقع الشباب في بلدان الربيع العربي عرف تقدما على مستوى المكاسب المعنوية والسياسية في مرحلة مبعد الثورات الدراسة التي شارك في إعدادها باحثون عرب وأمريكيون وشملت بلدان العالم العربية أشارت إلى أن الواقع الجديد في بلدان الربيع العربية لا يزال بعيدا عن تحقيق طموحات الشباب في التغيير السياسي الشامل وبناء واقع اقتصادي جديد في تلك البلدان يتساءل هنا في واشنطن باحثون أمريكيون وعرب عن متغيرات واقع شباب بلدان الربيع العربي في مرحلة ما بعد الثورات اختيارنا للشباب يستند إلى كونهم الفئة الأفضل لمعرفة حاجات وتطلعات المجتمعات العربية يرصد الباحثون متغيرات عدة مست حياة الجيل الجديد من المواطنين العرب الذي ولد في ظل أنظمة واحدة وتحت قيادة واحدة إلى أن حادثت حركة التغيير ما جعل الفارق يتسع بين توقعات هذا الجيل ونتائج الطورات القائمة حتى الآن هناك علامات للتغير في عقلية الشباب العربي كالإحساس بالتغير والإيمان بالمشاركة السياسية والرغبة في إحداث التغيير الشاملة يقر الباحثون أن هناك فوارق واختلافات محسوسة بين التوقعات بين بلد عربي وآخر لكنهم يشيرون في المقابل إلى وحدة التطلعات بين هؤلاء الشباب في إقامة نظام حكم ديمقراطي يحترم الحريات دلوقتي الناس والشباب بالذات حاسين أنهم قدرين يغيروا ويبقى ليهم صوت اللي بيحصد في بلدهم وجهة نظر أخرى بين الباحثين تقول أنه قد يكون من المبكر الحكم على منجز الطورات على صعيد خدمة الشباب حتى الآن بحكم قصر الفطرة الزمنية لكن هؤلاء يشددون على أن هذا الجيل هو من قد التغيير ومن حقه أن يرى النتائج سريعا لسه فيه وقت للحكومات أنهم يغيروا بس طبعا هيجي يوم لو ما غيروش الاقتصاد بالذات الحاجات المعنوية مش هتكون كفاية سؤال آخر يقول به الباحثون عن مدى كفاية طورات الربيع العربي بالنسبة لتطلعات شبابي المنطقة أمنع إجابة السؤال فيفضلون إحالتها إلى المستقبل هناك قوة أدبية ومعنوية يستند إليها شباب دول الربيع العربي في مرحلة ما بعد طوراته قوة تعتمد اليقين بالحاضر والإيمان بالمستقبل الأفضل لكن هل هذا كل شيء؟ يقول المختصون العرب والأمريكيون بشأن شباب الربيع العربي قطعا لا الواقع الاقتصادي مثلا لم يتطور إلى الأفضل إن لم يكن قد سجل حالة تراجع في بعض البلدان وإلى الأسوأ أمر يقول معه هؤلاء المختصون قد يدفع بشباب الربيع العربي إلى إحداث أكثر من طورة واحدة وأكثر من ربيع عربي واحد رابح فلالي الحرة واشنطن